اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم على هذا الاهتمام القصة وما فيها هو ان الابن ديالي عمر بن حمدان كان في مدينة العريش معروف وراجوا الاعمال كعمل تجارة كيشغل معها عشرات ديال الشباب مخصوت اخر وكان مرة مرة كيمشي العمراء مرة يمشي الهولندا مرة كيمشي الكونجي دياله اخر مرة مرة لوندن ما بغى يرجع ومنين سوولت قالوا لي بان السبب هو انه بغى يمشي لسوريا ومشي لسوريا اكيد هتشي لأطور معنا المشاهدين قبل اه هتشي لأطور معنا المشاهدين قبل قبل اتفنه وانتهي بالقبض نتزوج علي 경우에는 الان اطور معنا المشاهدين واسا اه اثرا بعد المشاهدين يقبل التجارة ومشى وقرر به وامتل تماما امتلتم بالمشاكل لما يجب ان يجب ان يتعامل يجب ان يتعامل بالتجارة ويعون تجربة مهمة الونسكو التجربة والأطفال وعودوا بما أنك في التركيا فأنا قلت بأنها كانت مرسا هذه هي عددها وليس لديه شيء في اللائحة المقاتلين الإرهابيين لأن الدليل على ذلك كوكان معمولك سيكون تفل الانتربول كي أدلت لهم الوريقة أدلت لهم الوريقة إذا كان هذا الولد محسوب مع المقاتلين لم أعطوني هذا الوريقة كانت إلى نفس الأن لهم قاموا بوعدوك وقاموا بها وأدخل أدانا في بلادك في الوريقة وقاموا بإدعاءه ي Leaving 2019 وقاموا بعمل ثلاثة دليل فقاموا بميليشيات ميليشيات فقاموا بأن أبو وليس سوف أدعوها لأن أتعوان لهم لديهم المخيمات للمخيمات أدنى الحياة لا يوجد حاجة الحياة الملوات والمكلام ويأكلوا غرباء ويأكلوا بأسما وبقوا جويجاتهم المؤانات فاطمة وعثمان ثقوا وسعوا سعى ويأت أحبت على التركيا ويأت أتصل إلى التركيا وقلت أن نظر الوصول على التركي وهم ومعها ولمنوا وزوجها ويأخذتهم ورحمتهم ويأت برصة وقالوا بورصة يتعدي فى مدى فى مره وكان يزل فى إستنبول وكان يتعدي بسبب البورصة بعيدة نقوم بأسكينة وكان يتعدي بسبب البورصة وكان يتعدي من المطار وكانت بدأت كورونا عندما تحبس طيران وحظر الصحي وقاموا ساكن معدبين لا يوجد شيء يأكلون وقاموا بشيء ديون وقاموا مع بعض الناس وقاموا بساعة يجب أن يأخذ هذه الأولادات وقاموا بأنهم لا يوجد حال وقاموا بحثة فإنهم لماذا تحدث بهم؟ أراهم لماذا تحدث أحدهم؟ لا أحدهم أنهم أنهم ليسوا أنهم لماذا يأتي في هذه المؤوسة تسأل أي شيء؟ لماذا اعدم كل شيء؟ قمنات بصفية المغرب الخاص بني صفية أنقارة قالوا لي أخي ممكن أن يتأتي الغير الوثائق وكانت عدل ذلك الشيء جبنا بعض الأصول جبناها من سوريا لأن الأولاد خلقه تماما وصوبنا لهم كل شيء بك ساعت وكننا على الله أنا وزوجة ديالي قلنا سوف نجيبوهم أصحاب الناره غير غير نمشي ونجيبوهم نمشينا القنصولية بعدما وش يشدوا من عندنا يشدوا من ذلك الوثائق قلنا بعض التدخلات دخلنا وقلنا في المغرب كامل زائد على السي وهبي والإخوان الأخرين والبرلمانيين الأخرين والأحزاب الأخرى اللي ما عرفوش ما عرفنا شيء وعدل الإعلام لو قالوا هو سعب الإله سيسن أكثر واحد اللي ضحى من أجنى من بعد كلمة العلياية هي سيدنا نصر الله إنما تحركت الإدارة وذلك شيء واسع بالإله سيسن اللي عندنا صاب قال لي عندك زهار صديق ديالي هذا السافر القارة صديق ديالي قال لي دابا أنا أعيط له قال لي يومين تجيبها لك وذلك تحركت لك ساعة السافر انقصوا في إسطنبول قالوا يومين ميلف ميلف صردوه للمغرب جربت وقالوا إذا بصير متاع تنعي طولك وقالت لهم رقم الهاتف وقالت لهم الميلاف جاء للمغرب صويت تدرس وهذه الحمد لله الميزة دي البلد لا نرى الحمد لله باش هي عندها الاستقرار وهذا الامن وكي يحزدون عليها الدول العالم بهذا الشي هذا بحث معمق داره لا عليها ولا على ولديه ولا على الأفضال جميع الأجهزة دي المغرب سألت شنو كي يظهر لكم داروا التقارير ديالهم جاءوا بحتوا أعملوا البحث ديالهم وانا كانت سنة يوم يا بابا يجاوبوني وكان عيط كي يقولون الغي صبار هانتا احنا غادين ملف ديالك مزيان وكان عيط الوزارات المعنيين هنا كي يجاوبوني انتا كان كي يجاوبوني ولكين وحنا غادين حتى شهار وشي عشرة ياما ماكين شو قل دفاع ما بقى لغين ندير شي استعطاف السيدنا هو اللي باقي لي يعني ما عنديش فين نخلي ديالك العيال يقدمت الى الحية التي رغبتها ويقولونين وكذلك حانتا المهم نتكلم ولماذا كنا افعلينه مهم أننا ما قلنا تكلموني لماذا اخرجين كانت فتكين اقلوا لفن يام قالين ودخلت القنصولية جابوا له ورقة وكتبت طواستيله وكتبت بأن الموقعات فعله إسراء المشريف أنا كان أعطيه الوليدات ديالي جدهم ويجدهم معهم في المغرب حتى يفرج علي الله وبصمت ووقعت ومشأت ديك سعقرت أنا عمشي عند العائلة ديالي أنا أطمئن دبع الأولادي أنهم معك ومعادي نطمئن نمشأت من أن تعطلوه هنا في المغرب الإسراءات تعطلاته وما عرفت عن ذير قلت أراك نكتب رسالة سعطا في السيدنا ووقت كتبت له وصرتها صرتها غيفة إرزوصوصي أنت تعرف أنا بعيد من تماما عندي كنت أدير فهذا التواصل الاجتماعي وصلت لسيدنا الله أعلم وجاءت الاستجابة المولوية وجاء الله الفارش أولاً كنت أعرفت أن السيدنا هو اللي أعطار كان وراء المجيء لهذه الأطفال هو أنني كانت نسوّلهم في اللخار ذاك الرسالة مسلطة قالوا لي وفي ساعة أرسالة ما ينحن نديرون قالوا لي لقد قلت وأقلت على رأسي أنني قلت على سيدنا والليل تجأ السيدنا لن يخيبون يا سيدنا ولكن من تعطلهم كانت تضرق سيادك ونقلت صافي وقال لي أن هذا ما إما حتيت حل المشكل بجملة وتفصيلها لجميع الأطفال لأن سيدنا لو صارت لدورة سأبقيت هيدا كانت سنة واحد نهار عايت لهذا أب إله أحسسا وقال لي اليوم سير القنصلية قلت له أخا صبرت طاكسي وديت الوليدات ومشينا للقنصلية ويوصلت لهم قالوا لي ودي باقي ما كانوا لهم قلنا لك شي تتعذب كانت إيد نعمه لا بوقع أخا صبرت طاكسي حتى تتعذب وقال لي لي يمكن أن تتعذب عندهم قال لي اليوم سأكون هنا أنت بالتعذب قلت له أنا متعقل لك وقالوا لي احتنا عيطوا لك قالوا بلاتي خلي بلاتي عيط الشجيهات والليك عارفهم قالوا سيد مسي قولتولي غير يمشي راه هو تمامايا ذاك الناس مشوا وشافوا قالوا اه الفاكس ما مشاشي احنا استردنا ولكن ما خرج شي قالوا قوله قوله يصبر تمامايا قوله يصبر ذاك الساعة ولو عودوا الفاكس ووصلهم خرجك يقلب لي داك السيد اللي تمامايا في القنصلية قالوا يجيب الحمد ودخلت قالك صافرها جاءت الامر عندك تصوير اطفال قتلية موجودين عندي تصويرها واحدة قربتها فوح الورقة وقربتها قالوا يديرنا واحد التزام بالشرف وتصريع بالشرف وتصريع بالشرف بانني انا كنتحمل اي مسؤولية وقالوا يديرنا وقالوا اللي قالوا يشكر سيدنا لأن الاهتمام سيدينا بالراعية كبيرة. ما الذي يحدث عنه؟ عندما وصلنا للطيارة، كان الطيارة التي جمعتها هي النهار العيد لنا. سوف تخرج في 18 ممتين من تركيا وإستنبول. وصلنا للتحليل والصيب. وعندما كانت أريدون أن أراد كبيرة لهم. وعندما كانوا أرادة لنا من أرادة للأسفل. فأنا كنت نذهب إلى المطر. ونأخذنا للأسفل وقالوا أنهم كلا نتعرفوا أمي. وحبتنا أن ندعوا الأسفل. يعني تعذبتو أخاك؟ قالوا لي عليك فيزا أوفيسيال بيروت الماء هو هذاك أكبر مطار في العالم كبير قلنا نقلبوا عليه تجبرنا بيروت ديال فيزا أوفيسيال قلنا عنده جاب الله جبرناك يتكلم شوية بالعربية وقلنا لديها اللي كاين خليوا إماهم قلوا إماهم جاتب حال هذا الولاد سيبقوا هنا مسيبين نحن هذه الوثيقة رجعتنا من المغرب أنا مطار جمتها في تركيا ولكن تعرف العربية ومشاق اللي وقت سنة تماما عند مسؤولي ديالو من هنا هنا مهم حتى كانت علينا طيارة خرج ورجع اللي عني قلي هكذا طبعهم بحل كي يطبع الباسبورت طبعهم وقلي سير ومشينا ركبنا جينا وصلنا المطر محمد الخاميس مع شي ثلاثة 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 وصلنا على البوليس ديالنا مساكن شاهدوا ذلك لماذا أقول لك أنا قلت أحد الباديرة اللي ستجيهم سهل للأخرين حتى الإدارة ديالنا أتعرف تتعامل مع هذا اللوكاب حسنا أتعرف تتعامل معنا ومساكنت الله في ناجة يساكنت الله حتى الصور ما يصور وعلى اللي سوفيسيو ديال المطار كل شي يجب أن يكونوا تلك الوريقات لم يصلوا لديهم حتى المسؤولين كاملين في المغرب يجب أن يكونوا وفقوا لهم ، حتى المسؤولين لكم وعلى أمن وعلى أجهزة كاملة قالوا لهم لن نفعله وقالوا لكم لا يعملوا لكم لن نفعله ونحن نفعله ونحن نفعله وقالوا لنا 24 ساعة إلى 24 ساعة نحن نأسون وهم أعضينا أنا قلت لهم بروح رعادي قلت لهم عندما وصلت إلى بلادي ما عندي غرض الخمقه أنا معكم وصلنا الوليدات وصلنا لك أن نفصل بلادي في مدتونية أنا فرحا هذا ما تعطلنا أحد ثلاثة أو أربعة سوية معهم ورحمد الله وصلنا بحنا الله يسلمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا